اشتركوا في القناة الحدث الاول هو تراجع عطارد في برج الميزان اللي هي المرحلة الاولى لانه رح يتراجع في الميزان في البداية وبعدين رح يرجع للعذراء ويكمل تراجعه بالعذراء فرح نحكي عن هذا التراجع وتاثيراته وتحذيراته تحديدا وايضا الحدث الثاني وهو اكتمال القمر اللي يسمى قمر الحصادين رح يكتمل برضو خلال ساعات الصباح يعني في ساعة المساء ممكن من مساء يوم السبت عند الشروق عند غروب الشمس بصير شروق القمر اللي هي في لحظة الشروق للقمر هي اللحظة اللي بيبين فيها قمر الحصادين رح نحكي عن هذه النقطة طبعا بالنسبة للقمر اليوم زي ما حكينا موجود في برج الحوت هو موجود الآن في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وأربع دقائق من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الرشا وهي آخر منزلة بالمنازل القمرية أو المنازل السماوية أو المنازل العربية عشان كل واحد بسميها باسم فهاي آخر منزلة قبل الانتقال لبرج الحمل وتعتبر هاي المنزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح والإصلاح طبعا القمر بما إنه موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة على جميع الأبراج منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة ممكن بعض الأشخاص يقعوا في حبائل الغرام بوسعنا في هذا اليوم التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور وقتنا آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين هم من المعثرات حاليا الزاوية الأولى هي زاوية تثليف إيجابية بين الشمس وبين أورانوس أنا ما حكيت المشتري بين الشمس وبين أورانوس وهاي الزاوية بدأت يوم ثمانية تسعة ورح يتستمر لغاية يوم خمسة عشر تسعة ذروتها يوم احد عشر تسعة ساعة واحدة وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وتضفي جاذبه على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة وهي بطيئة كثير يعني التاثراتها رح تستمر لغاية يوم ستعاش 11 هاي زاوية التربيع ما بين زحل وما بين أورانوس نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وأمور إلها علاقة بسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للحدث اللي رح نحكي عنه بالبداية اللي هو رح يكون تراجع عطارد اللي رح يبدأ تراجع عطارد اليوم صباح اليوم السبت عشر تسعة في تمام ساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح يبدأ هذا التراجع ورح يستمر التراجع في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة بعدين رح يرجع لبرج العذراء ويكمل تراجعه لغاية يوم اثنين عشرة طبعا احنا في هاي الحلقة رح نحكي عن المرحلة الاولى اللي هي تراجعه في الميزان ويوم بداية يعني يوم ثلاثة وعشرين تسعة رح نحكي عن عملية رجوعه للعذراء وآثاره لأنها بتختلف الآثار من برج لبرج فما بدنا ننخربطكم بالمعلومات فخلينا نوخذها مرحلة مرحلة بيكون أفضل فطبعا المرحلة اللي رح نحكي عنها اللي هي مرحلة التراجع الأول اللي هي في برج الميزان اللي من اليوم عشرة تسعة ولغاية يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا التراجع وطارد إلو تأثيرات كبيرة على حياتنا طبعا في أشخاص من بعض المدعين في علم الفلك بقول لك شو تأثير عطارد تعطول أهمية كبيرة ما لازم نحكي عنه أنا بشوف أنه تأثيرات الكواكب الأخرى أكثر يعني لا تراجع ولا الآثار ولا المشعار أنت حر ولكن هذا علم يعني مش أنا اللي بقرر وهذا من يبل معنى أن ولد بألفين ثلاثة تلاف سنة وهم يبحكوا نفس الحكي والآثار مدروسة ووضحة وإلها تأثيراتها وموجودة غصبة عنك إذا عندك دليل آخر أو علم آخر أو مستقل علم من مكان آخر أو بتسمع من مكان آخر فهذا حر أنت يعني رأيك ولكن تأثيرات عطارد تأخذ على محمل الجدية ويأخذ بتحذيراته تماما لأنه هذولا عادة مدة مش سهلة وبكون فيها صعوبة وأثارها الملموسة على الجميع بالنسبة لعملية التراجع عادة لما بتبدأ بما أنه هذا كوكب عطارد بالبداية فإلو علاقة بالاتصالات بالمواصلات بنقل الأفكار بسرعة البديهة بالدراسة بالأمور هاي فمعناته هاي المراحل كلها اللي احنا ذكرناها بمرحلة هاي السلبية يعني هاي بدها تصير فيها سلبيات طبعا التأثيرات إلي أنا تقريبا بحدود ثلاثة أيام بنبه من أعملية لأنه بذكر دائما عند مزاج الكواكب إنه بدأت تأثيرات تراجع عطارد فانتبهوا ومن لما حملت حلقة عن انتقال لبرج الميزان ذكرت إنه في تراجع العطارد فانتبهوا بالتواريخ اللي أنا ذكرتها من 10 تسعة لاثنين عشرة هاي فترة صعبة قبلها بثلاثة أيام وبعدها بثلاث أيام هي عادة نحن بنحكي خمس أيام ولكن هي التأثيرات المباشرة بتكون ثلاث أيام طبعا المجالات الرئيسية اللي رح تتأثر سلبا من تراجع عطارد أول شيء الاتصالات ماشي ممكن تتعطى الهواتف بصورة مفاجئة ممكن كمبيوترات بصورة مفاجئة لابتوب أجهزة إلكترونية ثلاجات غسلات ومور إلها علاقة بأي إشي إلكتروني ممكن تضيع رسائل في البريد أو يتأخر طرد بريدي أو تنتظر خبر يتأخر هذا بالإضافة إنه حتى على الطرقات بتجد إنه صار فيه ازدحامات وتكتض حركة المرور وممكن ننتظر طويل في السيارة وعادة تكثر حوادث السيارات وأعطالي سيارات بالشوارع وبتكون بشكل ملحوظ بتزداد برضو بهذه الفترة سرقات السيارات نهيك عن الأمور لها علاقة بالإلكترونيات أو خراب أو تلف بصير فجائي بحل بالسيارة ما بنعرف أو بالكمبيوتر أو التليفون ما بنعرف شو سببه من لاحظة أيضا في فترة تراجع وطارد أنه عدد من الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية ودون سابق اندار التلفاز اللي هي الأجهزة الكهربائية إجمالا أو تلاجع والغسالة يجب الحذر أيضا أثناء توقيع عقود أي عقد بدك تتوقعه بدك تتفحص بنوده بشكل جيد عشان ما يتسرب بند ويسبب لنا نوع من أنواع المتاعب في وقت لاحق بوسعنا تأجيل توقيع عقود يعني اللي بيقدر يأجل العقود هاي يأجلها بيكون أفضل بعد التراجع ولكن إذا كان مضطر بده يتأكد من كل تفاصيل البنود ويستشير لحد يتأكد تماما أنه هو اللي صالحه وبعدين يوقع عليه ما بننصح أي شخص في فترة التراجع من كفالة شخص آخر ماليا الكفالات المالية أو ضمان مالي أو داين شخص ماليا في الفترة لأنه أكيد رح يقلهم عليك أو رح يطلع عينك لحد يسدك الفلوس أو أنه ينفذ الكفالة تاعته منلاحظ عدم استقرار في الوضع المالي بصورة عاملة للأشخاص اللي بتعاملوا بالمضاربات بالسوق المالي أو البورصة أو بتغيير العملات بدهم يكونوا على وعي في هذا الأمر لأن الأسعار رح تصير فيها نوع من أنواع التذبذب أي شيء له علاقة بالعملات حتى بالذهب والأمور هاي كلا الاتجاهين يا بتلاقيها بتطلع مرة واحدة يا بتنزل مرة واحدة وبتكون غير مضمونة وكل التحليلات والدراسات بتكون يعني بجانب مغاير للإشي اللي بصير من الأمور السلبية هي الأمور اللي إلها علاقة بالنسيان التشويش بيصيبنا ممكن نفقد حاجياتنا لسيما مفاتيح أو رفتبوتية برضو اللي في مقاعد الدراسة بتخف القدرات الاستيعابية عندهم أو بتزول الرغبة بالدراسة أو الالتحاق بالدورات الدراسية أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا من عملية التراجع طبعا بالمرحلة هاي الميزان تحديدا لأنه بتراجع عندهم الجوزاء والعذراء لأنه كوكبهم الرئيسي فهدولا أكثر الأشخاص من ضمن كل الأمراج هم أكثر الأشخاص اللي بدهم يأخذوا حذرهم طيب عملية التراجع عطارد في الميزان إيش بتدل؟ إيش بتعني؟ طبعا الميزان معروف أنه هو العلاقة بالشراكة الزوجية العلاقة بالشراكات العاطفية العلاقة بالشراكات المالية وإلو علاقة بالقضايا أو بالقضاء تحديدا طيب لما نيجي نطلع أنه عطارد بده يتراجع في هذا البرج معناته هاي الأمور بدنا نكون حذرين فيها علاقتنا مع أزواجنا نقاش حوار خلاف سوتفاهم بتكثر الخلافات بالفترة القادمة فعشان هيك ضبط الأعصاب أثناء تعامل مع شركاء العاطفي لجميع الأبراج الأمر الثاني اللي هم شركاء العمل خلاف برضو نفس الشيء ممكن سوتفاهم تشكيك بأمانة أو تختلف النواية في التجارة أو إنها عقد أو طلبات جديدة بتكون مرهقة فهنا برضو بدنا ننتبه لهذه النقطة أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي أمور القضاء وهاي يعني بدأت تأثيراتها في حدث بصير للي بتابع قضية الرئيس الأمريكي ترامب بجد إنه كيف صار فيه تحايل على القضاء وكيف التف على القانون وكيف إنه القضاء صاروا لصالحوا وطبعا هذا من أسباب تراجع بداية التأثيرات تراجع طارد في بيت القضاء اللي هو البيت السابع يعتبر بالخرطة الفلكية واللي هو الميزان فمنجد إنه القضاء الفاسد بظهر قضايا الفساد بتظهر مشاكل قضائية بتظهر على الساحة خلافات قضائية بتظهر على الساحة اللي إلهم قضايا ممكن يكون إلها حكم أو بتل حكم فيها وتؤجل أو يصير في تعطيلات فيها أوراق قانونية أو معاملات قانونية ممكن إنها تضيع أو لا يؤخذ فيها أو يطلع في انتقاد فيها فهذا الشيء بعطل كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالقضاء وخصوصا بالفترة الأولى اللي هي فترة تراجع في برج الميزان أما بالنسبة لكوكب عطارد بما أنه رح يتراجع في الميزان فما تأثيره على جميع الأبراج أو شو التحذيرات اللي إحنا منحذرها لجميع الأبراج بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هنا هي جينا للمقطة اللي حكناها بالميزان اللي هي الشراكة العاطفية الشراكة المالية والأمور القضائية أو القانونية هي اللي بصير فيها صعوبة وأيضا أمور ردات الفعل والعصبية والاستفزاز فعشان هيك بالفترة هاي بصير فيه صعوبة بالتفاهم مع الشراكة وممكن تظهر بعض الخلافات اللي لازم أنك تضبطوا عصابكم لأنه نقطة الضعف عندكم أنتو بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا هنا بتركز على الأمور اللي لها علاقة بالصحة العمل وخاصة مع الزملاء معاملاتك بتتأخر عملك بتيجي تسلمه بطلع ناقص مش مكتمل تسرع باتخاذ قرارات عمل مشاكل بالعمل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو ممكن أنك يصير فيه عندك مضض بدك تنهي عملك وأجتك فرصة فتعتقد أنه الفرصة هاي ممتازة ولكن أنها مشتابتة فبتروح تستقيل من عملك وبتلاقي الفرصة هذيك ما كملت أو صار فيها بخلافات وممكن أنك ما تتوظف فبتكون خسرت عملك فهي النقاط اللي بتحضره لها أما بالنسبة لما وليد برج الجوزاء فهنا العلاقة مع الأحبة لا سيما مع الأولاد طبعا الأحبة هنا بقصد الوالدين وبقصد الأبناء والأحبة كعشاق أو العلاقات الغرامية فهنا منحكي أنه هذولا لأنه بما أنه كوكبهم فأكثر الأشخاص اللي ما يعتمدوا على الحض ينتبهوا أثناء محادثتهم مع الأحبة ينتبهوا أثناء تعاملهم مع أبنائهم وبرضو في نفس اللحظة ما يجازفوا بالمغامرات وخصوصا باللهو أو الأمور اللي الحلاقة بالترفيه بالفترة القادمة أما بالنسبة لموليد برج السرطان فهنا بتتركز على الأمور البيتية ما بين كل الأبراج هم أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا لأعطال منزلية ومشاكل وخلافات الحلاقة بالبيت والعائلة أو صوت فاهم مشكلة بتصير بالعقار أو أعطال خراب مثلا أو تلف أو أمور مشاكل عقارية زي أجار واستهجار وإخلاء وأمور من هذا القبيل وأيضا الأعطال بالأجهزة الإلكترونية المنزلية هاي أكثر الأبراج يعني كل الأبراج بتتأثر في هذا الأمر ولكن برج السرطان تحديدا هم أكثر الأمور هاي وفي منهم بصير عندهم خلافات إلها علاقة بإقامة إلها علاقة بالعودة للأرض أو للبلد الأم فهنا برضو هاي من بعض المشاكل بالنسبة لموليد برج الأسد هنا بتتركز أمورهم على الاتصالات والمواصلات فهدول الأسد بدهم ينتبهوا أثناء قيادتهم للسيارة داخل المدن بدهم ينتبهوا أثناء تنقلاتهم ممكن نصير فيها عطال العلاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات بالكمبيوترات بالتليفونات الله يبشرك بالخير شكرا إلك يعني طمنت بالي كانني بحكي عنه واحد ثاني أو اللي بحكي واحد وأنا وسعيد بسمع لللي بحكي يعني نشلاكس الأمور بكفي الكمبيوتر عطلان كمان شو بدي يعطي الكمان وأيضا العلاقة مع الإخوة العلاقة مع الجيران بتكونوا حذرين أثناء التعامل معهم ممكن يصير سوء تفاهم أو خلاف هاي الفترة غير مناسبة لشراء سيارة لأنه حتى لو بدك تشتري سيارة بدك تتفقد كل شيء وكفالتها ووكالتها وأوراقها وكل شيء وممكن ينضحك عليك عشان هيك بدك تحذر بقي كل هاي الأمور بالنسبة لموليد برج العذراء هنا الأمور بتصير ضغط على الأمور المالية وبما أنه كوكبهم فهي فترة مرهقة من الناحية المالية من مصاريف زائدة أو سرقة أو وعود كاذبة لها علاقة بالمال أو ضائقة مالية أو بتجد ضياع على بعض الأموال أهم شيء أنه موليد برج العذراء ما يكفلوا حد وما يدينوا حد فلوس ويقللوا من مصاريفهم وقدر الإمكان ويركزوا بشكل جيد على الأمور الدفعات وترتيب الفوتير والالتزامات المالية أما بالنسبة لموليد برج الميزان فهنا بمعنى برضو التراجع عندهم المرحلة الأولى فبدهم يحافظوا على السمعة قدر الإمكان ما يجازفوا ما يبالغوا بتصرفاتهم وقراراتهم برضو إنجازاتهم القائمة اللي ممكن أنه يصير في عندهم تشتت بالذهن ما يركزوا بشكل جيد أثناء تعاملهم مع بعض الأشخاص اللي ممكن شوي يخذلوهم أو يوعدوهم بأشياء وما يوفوا فيها فبدكوا تكونوا حاضرين من هاي النقطة أما بالنسبة لموليد برج العقرب هنا التركيز كله لللي بيتعاملوا مع المؤسسات الكبيرة يعني أنت بتشتغل بشركة انترناشنال مثلا لها فروع أو مستشفيات أو سجون يعني أي شيء له علاقة بالمؤسسات الكبيرة أثناء تعاملك معها أو إذا بتعمل فيها بدك تنتبه ممكن يصير خلاف أو يتوجه لك انذار بسبب سوء تصرف أو معاملة معينة أو مثلا يرتفع عليك قضية لها علاقة بالسجن أو عندك مسجون من برج العقرب بدك تتكفله وبالفترة هاي فما تزبط الأمور تتعركس الأمور فموليد برج العقرب هي الضغط عندهم رح يكون على هذا الأمر وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بالروحانيات أي شخص بيجي بقولك أنتو مسحورين مع موليكو عمل هذا الشيء من أثر السحر أو أنتو الفترة هاي قابل السحر اللي ينعمل عليكو فهدون النصابين بيستغلوا نقطة الضعف لا استغلالكم بالنسبة لموليد برج القوس هنا بتركز كلها أو الحذر لازم يكون على النشاطات الاجتماعية والصداقات والعلاقات وأثناء المناسبات والممكن يتوجه لك دعوة فيصير خلاف أو تفكر الشخص اللي بالك مش حابك تحضر أو واحد غيران منك أو غيران منك أو مش عارف إيش يعني بصير عندك الظن أو الإحساس بهذا الأمر فبتختلق أنت المشاكل أو بتصعد المشاكل وفي النهاية بتخسر يا صديق يا بتخسر أشخاص يا بصير خلاف وممكن تخسر علاقة ما بينك وبين شخص دو منصب أو هذا الشخص كان داعم لا إلاك أما بالنسبة لموليد برج الجدي فهنا بتتركز على المركز الاجتماعي العلاقة مع المسؤولين والسمع برضو فبدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان حاول أنك ما تغامر ما تجازف بعلاقاتك مع المسؤولين ابعد عن الخلاف معهم مركزك الاجتماعي وعلاقاتك الاجتماعية ممكن يصير عليها بعض علامات الاستفهام وتهتز وصير خلاف ما بينك وبين بعض الأشخاص دو المنصب أو المكانة فهنا بدك تمتبه على هاي الأمور أهم إشي الحفاظ على السمعة ما تجازف وما تغامر وما تخوض بأي أمور ممكن تنعكس عليك سلبا أما بالنسبة موليد برج الدلو فموليد برج الدلو يعتبر البيت التاسع لا إلهم فهنا السفر لبعيد إذا بتكون تسافروا مثلا تفقدوا أمتعاتكم رحوا يبنى الموعد الطيارة تفقدوا الأوراق بشكل جيد أثناء اتصالاتكم لبعيدة علاقاتكم مع الأجانب خلاف مع أشخاص خارج البلاد أمور العلاقة بالهجرة ممكن تتعطل أو ما تزبط معكم أو يتم رفضها الأمور القضائية ممكن يصير فيها بعض التأخير أو ينحكم ضدكم أو تطلعوا أنتوا اللي على خطأ فعشان هيك برضو لهاي الفترة لا ترفعوا قضايا قضائية لأنها مش لصالحكم وخصوصا أثناء تراجع العطارد في الميزان الانتباه أكثر أثناء القيادة لسيارة خصوصا في الشوارع الكبيرة أو التي توصل ما بين مدن كبيرة أو من بلد لبلد انتبهوا وتفقدوا السيارة بشكل جيد وأيضا بالأماكن المجهولة لا تروحوا على أماكن مجهولة أنت تعرفوا ناس فيها وتتجولوا فيها لأنها ضد هاي الأمور الأمور اللي برضو بد أن نبه عليها اللي عندهم امتحانات جامعية أو دراسات عليا هذولا بدهم يركزوا بشكل جيد لأنه بفقدوا رغبتهم بالدورات الدراسية والدراسة فبصيروا يمشوا الأمر فممكن أنه يتفاجأوا أنهم اعتمدوا على الحض والحض يتخلى عنهم أما بالنسبة لموليد برج الحوت فهنا بتركز على الأموال المشتركة وأمور اللي إلها علاقة بالقروض والأمور اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتعمين والميراث هاي أكثرها وأموال الزوج فهنا بتصير الضغط على هاي النقطة لا تكفلوا حد لا تضمنوا حد لا تقرضوا حد فلوس لأنه ما رح يرجعهم بعادي يعني بتبروحوا وبعدين بتتغلب وبتصير إما عليك مطالبات مالية أو قروض وبتصير مطالب بسدادها يعني أو بتطلع قصة بيكون قرد قديم والفترة هاي بظهر هذا الموضوع القرد وبصير في ضغط عليك لعملية السداد بدل شخص آخر فهي الأمور اللي بتكون ظاهرة على الساحة فحاولوا أنكوا تكونوا جميع الأبراج منتبهين لهذه التحذيرات بالنسبة للزاوية اللي رح تحدوة اللي هي أول زاوية ما بين اللي هي زاوية التقابل السلبية بين القمر والشمس وهاي بتعني اكتمال القمر الساعة تسعة وتمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية يعني بتدل على أنه القمر رح يكتم البدر في ساعة الصباح طبعا الساعة تسعة أو عشرة صباحا بتوقيت جرينيتش بيكون الشق الآخر من الكرة الأرضية هو اللي عنده القمر بدر ولكن في ساعات المساء بعد غروب الشمس بدقيقة تقريبا أو ثنتين بيبدأ يشرق القمر فلما يتيجوا تطلع عليه في فترة الشروق رح تشوفوه بمنظر مهيب بميل بين يعني تقريب الأورنج لونه بيكون بيسموه قمر الحصادين وبيكون أكبر حجم شوي عن الطبيعي بعدين لما يصعد لسماء برجع للحجم العادي ولونه أبيض وما فيش أي اختلاف طبعا هو منظر جمالي وهذا شيء كل سنة بصير ما لابدو يصير كذا وبيبشر بكذا وبدها تنخسف الأرض وجيولوجيا وبويولوجيا ومش عارف إيش وعلمات الساعة وهذا الكلام الفارغ هذا حدث بحدث كل سنة اللي هو في شهر سبتمبر بيجي قمر الحصادين اللي هم اللي بحصدوا القمح اللي هي الحصيدة بسموها وبرضو الأمور اللي لها علاقة بالنخل وقطف التمور والأمور هاي فهذا القمر إلو لون معين في هاي الفترة فعشان هي جمالية المنظر ولكن ما إلو أي تحذيرات بما إنه سلبي هو التقابل هو سلبي وين ما صار ما بين يعني اكتمال القمر معناه أمور سلبية مش شغلة شاعرية والحب والغرام زي ما كنا نسمع بالقصص لا هو سلبي لأنه بتكثر الجريمة بصير نزيف عند الناس بتصير سيولة بالدم بصير المد للبحر للسوائل برتفع ضغط الدم عند بعض الأشخاص فهذه اكتمال القمر عشان هيك منصحش بالعمليات الجراحية وأيضا الجريمة بترتفع لأنه العصبية عند الناس بتزيد في مراحل اكتمال فعادة لما يصير الاكتمال أو التقابل هذا منقول يخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون في تمام الساعة 11 وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 8 وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين وهو هو رمون مسكن للألام والميتالونين وهو هو رمون مساعد على النوم عشان هيك الفترة هاي بصير الألم زيادة مشعور فيه أكثر وأيضا أرق وقلق وسوء بالنوم وأحلام وكوابيس وأضغاث أحلام فعشان هيك هاي النقاط اللي بتكنت انتبهولها هذا الشيء طبيعي هذا الشيء اللي بصير لما القمر بصير بالحوت طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية إذا كانت اضطرارية تنعمل إذا كان في مجال التأجيل بكون أفضل هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل خصوصا لعمليات الجراحية ولكن بالنسبة للحقن ما في أي مشاكل بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأحد 11-9 بيبدأ في تمام ساعة 12 29 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد اللي هي أول نص ساعة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الصباح يعني حتى تمام الساعة 6 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر بعدها القمر في برج الحمل بالنسبة 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 للقمر زي ما حكينا القمر المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 54 دقيقة بعد العصر بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة اليوم بتكون 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 9 طبعا منتحسي بنسبة 40% القمر في الحوت حتى يوم 11 9 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الفجر الباكر بصير منتحس بنسبة 60% في ساعات الصباح بترجع نسبة النحوس إلى 40% في ساعات الظهر بتصير 10% وبتستمر لغاية ساعات المساء المتأخرة بعدين ترتفع نسبة النحوس إلى 25% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23 9 زي ما حكينا منتحس بنسبة 10% الزهرة في العدراء حتى يوم 29 9 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 10 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية لازم يتوجه لفحص أو لعلاج حاولوا انك تأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة اهو ايش انك يوم تتجاوز مخاوف ما لها اي اساس لانه زي ما حكينا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيك تحضروا لغاية صباح يوم الاحد الاجواء بتصير لصالحكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء ممكن اليوم تشاركوا في مناسبة سعيدة او علاقة صداقة او لقاء مع الاصدقاء او دعم من صديق بتكون هاي الفترة جيدة بيسودها نوع من انواع التقدير والثقة المتبادلة وممكن تحقق مصالح من علاقاتك الاجتماعية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عمالهم وبرضو بإمكانكم تتعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بشعبية بتكون كل عمالك فيها جيدة ولكن اهم شيء انه هذا بيت السمعة حاولوا انكوا تحافظوا على سمعتكم بدون مجازفات او مغامرات وممكن اليوم تحقق نجاح بدعم من بعض الاشخاص برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا اكثر صبرا وبعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن طبعا اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بدون يركز بشكل جيد لانه الامور ما رح تكون بشكل سلس علاقاتكم مع الاجانب او اشخاص خارج البلاد او اللي بدرسوا بالجامعات اتفقدوا اوراقكم امتعتكم اذا كان عندكم سفر ممكن تهتموا بمواضيع الهلاقة بالفلسفة او الدين او المشاريع الكبيرة فما في داعي لاتخاذ قرارات حاسمة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بتنشطوا وبتنشغلوا في عادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب اما من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى في نفقات متصاعدة لانه القمر هنا بيركز على الاموال المشتركة فبدك تضبط اعصابك وتركز بالامور المالية وبيزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية خلال هذا اليوم او استعداد لامر ما فعشان هيك اركز على الامور المالية بشكل جيد وما تكفل حد وما تضمن حد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء تتركز جهودكم نحو تعزيز شراكاتكم الاجواء مشجعة ولكن القمر بما انه موجود في مكان مقابلكم تماما فهذا الاشي بضعف منطاقتكم اليوم ما بنصح لأي امور لها علاقة بالخطبة او الزفاف او توقيع العقود اولا القمر مكتمل ومنتحس وبداية تراجع وطارد فهذا الشي بضغط عليكم بشكل كبير فعشان هيك برضو خلوا علاقاتكم الزوجية والعائلية بهدوء تعملوا بهدوء معها ما تثيروا المشاكل والعدوات برضو سهل استفزازك بشكل كبير ضبط الاعصاب مطلوب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتراكم العمل لديكم اكثر من الحجم الطبيعي اليوم تجدوا انه فيه كثير من الاعمال مطلوبة منكم بتكونوا تندبهوا بشكل جيد نصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية حاولوا انكم تأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر ممكن شوي تجد صعوبة في تطبيق بعض الاعمال الروتينية او المنزلية خلال هذا اليوم في نفس اللحظة بك تنتبه انه تراجع عطارد موجود عندك حاول انك ما تتخذ اي قرارات حاسمة اذا شعرت بعض التعب الصحي او شيء له علاقة بالصحة فراجع طبيبك برج العقرب بالنسبة بالنسبة فترة بتقوى فيها العلافات العاطفية والخلافات العاطفية فبتكون تكونوا حاذرين بهذا اليوم اثناء التعامل مع الاحبة ممكن تقلق بشأن وضع بتعلق بأحد الاحبة ممكن صحيا او نفسيا او مشكلة بتهتم فيها احد الوالدين او احد الابناء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم والاهتمام بالامور البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من افراد العائلة ولكن ممكن انه تظهر بعض المشاكل العائلية او الاعطال المنزلية او الاهتمامات اللي الها علاقة بالبيت بالعقار بالسكن سكن الجديد او بيت جديد يعني يعني فيه نوع من انواع التوتر رغم انه فيه بعض الراحة والبهج على المستوى العائلي الا انه بالتراجع شايف انه الامور بتضغط عليك باتجاه معين سهل استفزازك فضبط الاعصاب مطلوب برج الجديد بالنسبة اللي لها علاقة بالالكترونيات او بالسيارات او سوء تفاهم بينك وبين احد الاخوة او احد الجيران بتستفيد اليوم من علاقاتك مع محيطك ولكن زي ما حكينا لا تعتمد كثير على الحضوض ولا تعتمد على سرعة بديهتك لانه ممكن يخونوك اليوم برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا في فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب يعني من عمل اضافي مع هيك بتكو تحذروا من النفقات المتصاعدة اول امور المالية او المشاكل المالية اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم لا تكفلوا حد ولا تضمنوا حد في نفس اللحظة وانتبهوا على اموالكم من السرقة او الضياع في نوع من انواع الاهتمام بالفواتير او الحصول على الاموال او على الارباح اللي ممكن تجيك نوع من انواع الدعم او توعد بانه رح يحد يدعمك او يمنح القرض او يساعدك في وضع مالي ولكن في النهاية ممكن انه يخذلك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقاتكم بانفسكم كبيرة وانتو اليوم اكثر نشاط وحيوية من قبل وبوسعكم السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم بتظل الامور فيها نوع من انواع الهدوء والسكينة والطمام منينة على المستوى النفسي الا انه ممكن يراودك بعض الشكوك بالطاقة او تشعر انه يعني انك ضعيف نفسيا مشحون بطاقة نفسية ضعيفة او ثقتك بنفسك بتهتز فحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان وضبط اعصابك الاجواء جيدة وما فيها اي تأثير سلبي عليك طبعا بما انه الحلقة طويلة ومدتها تصل اكثر من اربعين دقيقة فبعتثر عن الاطالة ولكن لازم اني اشرح بامانة وعطي بامانة على اساس انه الكل يستفيد ولكن بسبب طول الحلقة ممكن يطلع في بعض المشاكل الصوتية في الحلقة اللي بسمع هاي المشاكل او عنده ملاحظات على المشاكل يذكر لي في اي دقيقة سمع هذا الازعاج او صوت اللي فيه خلل عشان انا اتفاد هاي الامور لانه عادة لما بسجل حلقات طويلة ببين هاي المشاكل ان شاء الله انه الحلقة هاي ما يطلع فيها هاي المشاكل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء